طيب قبر آخر مرسل كولر مستني الحصول على تقرير طبي لحسم موقف أحمد نبيل كوكا من العودة إلى المباريات وتحديداً مباراة العودة القادمة أمام الترجي التونسي اللعب عنده إصابة فيه الرجبة لسه ما خادش التقييد لسه ما تحسمش عودة أحمد نبيل كوكا للنادي الآلي فيه المباراة النهائية مباراة العودة بالمناسبة كلام على فكرة إنه لو أحمد نبيل كوكا رجع من الأصابة بقى جاهز للمباراة ممكن يخش فيه منافسة مع كريم فؤاد في مركز الزهير الأيصر في المباراة القادمة مباراة الترجي يعني كريم فؤاد هو الأقرب بس لو نبيل كوكا بقى جاهز ممكن يخش فيه منافسة على هذا المركز لتعويض علي معلول مرة أخرى عشان فيه ناس بتنسى عمر كامال عبد الواحد غير مقيد أفريقيا عشان شفت بعض الناس النهاردة كاتبين إنه ليه عمر كامال أبو أحمد ما يلعبش مكان علي معلول المباراة اللي جاية عمر كامال عبد الواحد غير مقيد أفريقيا مش موجود في المباراة دي عارف برضو إن فيه ناس كثيرة عارفة بس برضو في بعض الناس مش عارفين فبنأكد المعلومة يعني عمل كامال عبد الواحد